انطلقت أنس بمدان استقلال مدينة مساكوري حاضرة حجر لميس الحملة التوعية التي نظمتها جمعية السلطة العرفية والتقليدية في تشار حول الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن المناسبة رأس حاكم إقليم حجر لميس علي أدن عبدالله بحضور المسؤولين بمختلف طبقة رماد جبري ناك تبدو أنها مبادرة غير سيئة ولو كانت جاءت متأخرة قليلا على حد ما من طرف أعضاء جمعية السلطات العرفية والتقليدية في تشادة لإطلاق أعمال حملتهم التوعية والإرشادية رسميا في مدينة مساكوري حاضرة إقليم حجر لميس لدعم الإجراعات والإصلاحات الإدارية التي اتخذت الهكومة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ولذلك خردت جماهير أريضة لاستقبال قادة الرأي أصحاب السلطات التقليدية القادمين من مختلف المدن والمناطق الشادية بحضور حكم إقليم حجر لميس ووسط هذه التأب الشعبية الكبيرة أكد رئيس جمعية السلطات العرفية والتقليدية في تشادة تاميتا جاتينغار أن الإشكاليات الحالية كانت لها تداعيات وعنئكاسات سلبية على كافة المشاريع الهكومية هذا فإن توقف الحركة التنموية سببت أضرارا بالقة على الدولة والمواطنين معا وأن هذا الوضع يستدعي كافة المواطنين والشيوع التقليدين لدعم السلطات الأولية بالبلاد لتطبيق النظرة الساقبة لرئيس الجمهورية إدريس دبيتنو الي عادم عبد الله حكم إقليم هجر لميزة أشاد بهذه الخطوة والتي وصفها بالآليات التي تعزز مسيرة الحملة التواوية والإرشادية في المنطقة كما أنها تسهم في تطبيق ما تسأى وتتطلى إليه الحكومة للوصول إلى الأحداث المرتقبة عبر تعاون قوي مع السلطات التنفيذية وشركائها في التنمية هذا فإن إشراق مثل هذه الفرقة الشعبية يكون له بالتأكيد دور فعال في توصيل رسالة ما بهذا القدر المهم